ما بتتخوف انه ممكن تفقد مصدقيتك لنتيجة ممكن يكون كلام نشطة ولا بتلاقيه كلام صحافي يعني متى انت تصبح ناشط وانت بتكون الصحافي الحيادية المهنية سؤال جيد شوف احنا كلنا بشر اللي نقدر نعمله انه وده اللي انا بحاول اعمله واشهد الله عليه ومجرد من الواحد يمسك الالم او يقف قدام الكاميرا او قدام المايكروفون انه يتجرد من مشاعره بقدر الامكان انه يكون رقم واحد دقيق في العمل رقم اتنين متوازن ويشوف وجهات النظر المختلفة يدعو يعني هذا من ذلك الطرف الى اخر الامور ويترك الامر للناس احنا فعلا في مرحلة استثنائية حتى المحافظة على الحد الادنى من ده اصبحت جهاد في حد ذاته بتعاني منه اليوم؟ لا بس يمكن لانه انا يعني عندي بعض الخبرة في ده فبحاول اعمله هيبان شوية فيه فرق انا بس بفرق ما بينه لما بكتب مقال ده مقال رأيي بيبان فيه قناعاتي الشخصية الانهو الانهو